بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد نوع من أنواع الأذكار يدل على سمو النفس ووفور العقل صاحب هذا الذكر هو صاحب نفس طيبة زكية طاهرة تحب الخير لغيرها ليس عندها حسد أو حقد على أحد منحه الله نعمة ما الحمد لله هذا الذكر الكريم وهذه الكلمة العظيمة التي جاء فضلها في الكثير من النصوص النبوية المنيرة والتي نستطيع أن نستخلص منها أن هذه الكلمة العظيمة الحمد لله هي من أفضل الدعاء بنص كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أحسن الكلام وأحبه عند الله عز وجل وهي من غراس الجنة بل تكون سببا رئيسا للسبق في دخول الجنة وهي كذلك تثقل موازيننا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حين قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان غير أن البعض يختزل هذه الكلمة العظيمة في النعم أي أنه يجعل هذه الكلمة العظيمة مقرونة فقط بالنعم وهو هنا لا يدرك هذا الفرق العميق بين الحمد والشكر وبشيء من الإيجاز والتركيز هناك فرق عميق بين الحمد والشكر فكل منهما يشترك في شيء ويختلفان في شيء آخر فهما يشتركان في الثناء على الله عز وجل ويختلفان في الدافع أو السبب فالحمد يكون مطلقا يكون مقابل نعمة وفي غير نعمة أما الشكر فيكون فقط في مقابل النعمة كأن الشكر جزء من الحمد والحمد أوسع من الشكر ولذلك فالله عز وجل محمود لذاته محمود لصفاته محمود لنعمه محمود لمنهجه محمود لقضائه محمود قبل أن يخلق من يحمده أما الشكر فهو جزء من الحمد وهو مقترن بالنعمة والشكر يتعلق بالمزيد وإستأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم وهذا المزيد يكون من الله عز وجل ولا ينقطع المزيد من الله لعبده إلا إذا انقطع الشكر من العبد لربه هذا هو الفرق بين الشكر والحمد بطريقة سريعة وموجزة تعالوا ندرك هذا المعنى العميق إذا لاحظ الإنسان منا إحدى نعم الله عز وجل عليه أو أن الله أنشأ له منة جديدة ما هو انفعال هذا الإنسان لهذه النعمة لهذه المنة الجديدة ستجده مباشرة يقول الحمد لله السؤال هنا من الذي علم الإنسان هذه الصيغة؟ إنه الله سبحانه وتعالى إذن الإنسان هنا عليه أن يدرك ابتداء أنه يعجز عن أن يأتي بعبارات دقيقة يستطيع من خلالها أن يعبر عن حمده لله عز وجل على عظيم عطياه لأن العقل لا يستطيع أن يدرك قدرته العظيم سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يحصي عظيم نعمه سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يحيط برحمته سبحانه وتعالى إذن فالعقل قاصر عن إدراك ذلك ولو أن الله سبحانه وتعالى ترك معطيات الحمد وصيغة الحمد للإنسان لتفاوت الدرجات الناس في الحمد بناء على قدرتهم في التعبير مع أن الأصل أن الإنسان لا يستطيع بحال أن يصل إلى صيغة منيرة عميقة يستطيع أن يشكر بها الله سبحانه وتعالى على عظيم نعمه ولذلك يعطينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة لهذا العجز البشري في أن تقدم الثناء لله عز وجل من خلال اختيار العبارات أو الصيغ فيقول صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولذلك حتى يصل المعنى إلى الأذهان تخيل أن إنسانا صنع لك ولصديقك معروفا ما وأنت تحسن العبارة لديك القدرة على اختيار العبارات والقدرة على التعبير وصديقك لا يحسن العبارة ليست لديه القدرة على اختيار العبارات وصياغتها ولكما مقابلة مع هذا الإنسان الذي صنع لكما معروفا فستجد نفسك تأتي بالعبارات الدقيقة تقدم وتؤخر وتعدل وتحذف حتى تصل إلى صيغة نهائية تشكر بها هذا الإنسان الذي صنع لك معروفا أما صديقك الذي لا يحسن التعبير فهذا لن يستطيع أن يأتي بنفس العبارات التي أتيت بها ومن هنا ندرك أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يترك صيغة الحمد للإنسان لأنه لن يستطيع أن يصل إليها مهما كانت قدرته على التعبير بل أراد الله سبحانه وتعالى أن يساوي بيننا في عطاءات الحمد فهو الذي علمنا كيف نتوجه إليه بالحمد وقل الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يرب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم